موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان برحب بحضراتكم من دلوقتي لمدة ساعة نكون متوجدين معاكم وجميع أخبار النادي الأهلي وطبعا منتخبنا الوطني للعب مبارح مباراة أمام كولومبيا وتعادل سلبي سفر سفر ولكن طبعا خلينا أخبار النادي الأهلي والأحداث الجارية للنادي الأهلي وأول تصريح لكابتن محمد يوسف بعد التولية مسؤولية مدرب العام والقام بأعمال مدير القرى بالنادي الأهلي كابتن يوسف طبعا كلام كتير عن الفترة السابقة وأن في بعض اللعبين الراحلين عن النادي الأهلي وسموهم بالاسم يعني بعض الأسامل اللي كانت موجودة من خلال وسائل الإعلام أن هم راحلين عن النادي الأهلي في الفترة القادمة كابتن محمد يوسف بيأكد أن ما فيش صحة لهذا الكلام وأن ده كلام يعني ليس صحيح وأن الأمور ليس حصمة لم تحسم حتى الآن بالنسبة للنادي الأهلي في اجتماعات خاصة طبعا هتكون موجودة مع لجنة الكرة مع كابتن محمد الخطيف في الأيام القادمة لكن طبعا إن شاء الله إحنا عندنا فترة إعداد هتبتدي إن شاء الله للمسم جديد هتبتدي من يوم خمسة يونيو وهيكون كابتن محمد يوسف موجود أكيد طبعا موضوع المدير الفني سوف يتم حسمه قريبا إن شاء الله طبعا كابتن سامة أمصان مساعد مدرب موجود طبعا في الجهاز الفني كابتن محمد يوسف كل التوفيق إن شاء الله للجهاز اللي موجود اللي هيكون متواجد طبعا على رأسه المدير الفني الجديد وهيكون أجنابي طبعا ولكن احنا في انتظار إن شاء الله اسمه قريبا يعني ده يمكن كابتن محمد يوسف بيتكلم عشان بس ما يبقاش فيه لغط يتيجر في حتة الراحلين ويحصل زي ما نقول دايما بيبقى فيه كده خلخلة فيه الفريق لا ده مش موجود احنا عندنا تحديات كبيرة جدا الفترة القادمة محتاجين كل اللعبين يبقى في تركيزها طبعا لو لا قدر لو فيه لعبين هترحل ده هو ده اختيار المدير الفني او لجنة الكرة وتقييمها للعبين ان شاء الله كل التوفيق ليهم في ان هم يروحوا عندها تانية سواء بقى بقى عارة او ببيع يكون كل التوفيق ليهم بنتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله والخير ويرجعوا حتى لو كانوا عارة يرجعوا ان شاء الله لنا ديهم بشكل مميز لكن احنا تحدياتنا كبيرة عندنا بطولة افريق افريقيا من انسهاش دور ابطال افريقيا عندنا مع التون تشيب ان شاء الله ماتشين متتالين سواء بقى هناك ان شاء الله وبعد كده هنا في مصر ان شاء الله ده مهمين جدا ماتشين دول والثلاث نقاط في كل في المجموعة بقوة ان شاء الله ونبقى متواجدين في الدور التمنى ده بالنسبة ليه التحديات سواء في بطولة افريقيا عندنا ايضا بطولة الدوري عندنا البطولة العربية ما ننساش احنا ايضا داخلين في البطولة العربية عندنا كاس مصر السنة جاية والدور المصري مجموعة من التحديات ان شاء الله نبقى دايما النادي الاهلي بيبقى ادهى وقدود فده اللي احنا دايما بنتكلم عليه فأي اخبار ممكن تكون مغلوطة احنا دايما من خلال قناة الاهلي بنطلع بنصححها وبنحاول طبعا من خلال التصريحات الموجودة والرسمية من خلال كبات الموجودين والمسؤولين في النادي الاهلي سواء لجنة الكرة او المدرب العام كالتا حمد يوسف حتى الان والقائم بعمال الكرة نقدر نصحح المعلومة الخاصة بالنادي الاهلي مزايدة طبعا